اشتركوا في القناة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق مزيدا من التقدم والرخاء وقد رحب صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة بمعالي وزير الخارجية مشيدا سموه بالعلاقات البحرينية الكويتية الأخوية التاريخية وما وصلت ليه من تعاون مشترك في مختلف المجالات بما يحقق أهداف وآمال وتطلعات البلدين الشقيقين ونوه سموه بالتواصل المستمر بين البلدين وبما يجمعهما من علاقات متينة وراسقة وكلف سموه معالي وزير الخارجية بنقل تحياته للقيادة الحكيمة وتمنياته لمملكة البحرين بدوام الرقي والنمى وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن ما تحظى به العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين من اهتمام فائق من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو أمير دولة الكويت يدفع بها للانطلاق نحو مزيد من التعاون المشترك على المستويات كافة معربا معاليه عن خالص الشكر والتقدير لمواقف دولة الكويت الداعمة لمملكة البحرين في جميع الظروف ترجمة نانسي قنقر